هذا ما تبقى للسيدة زبيدة أحمد وهي تحصي خسائرها الكثيرة والكبيرة وقد أصبحت نازحة ومشردة هرب من الموت ومحاولة الحصول على فرص أخرى للحياة بعيدا عن الألغام التي أفقدت ناس هنا حياتهم وأملاكهم فرت زبيدة تاركة خلفها منزلها وحياتها المتواضعة تفاصيل رحلة زبيدة قد لا تكون الأخيرة لكنها شاقة ومكلفة حيث ابتدأت من مدينة ميدي وحيران وبني حسن وصولا إلى الجعدة شمال محافظة حجة ومع ذلك كله مزالت الألغام خطر يهددها وما تملك من الإبل الذي يعد مصدر دخلها الوحيد باتت ألغام الحوثيين تهدد حياة آلاف المدنيين وتحصد أطفالهم ومواشيهم غير أن هذه التحديات والمخاطر على كثرتها لم تنجح في إيقاف حيات هؤلاء على الأقل إذ ما زال الكثير هنا يعمل في مهنة الرعي ويقتات منها وهذا ما يستوجب من الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية العمل على تقديم مساعدات للحلولة دون استمرار فقد المزيد من الضحايا أفقدت الألغام زبيدة نحو ثلاثين رأسا من الإبل وهي حالة مشابهة للكثير من النازحين هنا بعد أن فقدوا أملاكهم وحياة أطفالهم محمد يوسف لقناة بلقيس محافظة حجة